النهاردة مستر بيتسو موسماني بعد التمرينة دخل في المعسكر اختار اللاعبين الجاهزين محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهن بعد شفائه ورامي ربيع وياسر إبراهيم وكهربا وحمد فتحي ومحمد شريف وواليد سليمان وأيمن أشرف بدر بنون وحسين الشحات وقالو ديانج وعمر السلية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة علي معلول وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ده القائمة اللي دخل بها يمكن محمد هاني شوفي أو اتمرن لكن واضح أنه رأيي مستر بيتسو موسماني أنه هاني غير مكتمل الجاهزية الفنية وعنده ما شاء الله أكرم توفيق شفته واحد كان من أبرز نجوم مباراة رادس وكمان أحمد رمضان بيكهن شوفي ودخل القائمة فبالتالي أصبح مفيش ألأ في الناحية لمن الحياة اللي أكرم توفيق أدى فيها على أفضل وأكمل صورة ده تمرينة الأهل الأخيرة ثم دخول المعسكر التمرينة على فكرة شهدت ده تمرين مبارح تمرينة النهاردة يمكن كانت مقفولة لم يسمح فيها بالتصوير لكن حضرها كمان النهاردة كابتن مؤمن زكريا وحشنا مؤمن زكريا حضر النهاردة عشان يؤذر زميله ويرفع من معنوياتهم ويشد من أزريهم وقوبل بحفاوة وترحب شديد جدا وسعادة من زميله ومن الجهاز الفني ومن كابتن سيد عبد حفيز إن شاء الله يا مؤمن تكمل برنامجك العلاجة وبإذن الله تعالى ترجع وتم للدنيا حركة وجري ولعب ودايما بيقول لي هي مسألة وقت فإن شاء الله يا مؤمن مسألة وقت بإذن الله وأنت مؤمن أي وما أعظم الإيمان عندما يحتاجه الإنسان لتجاوز المحة هو ده هو ده طوق النجاح العقيقي صحيح صحيح